السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم إخوة الأعزاء إن شاء الله اليوم بدنا نحكي عن وصفه عملتها بإيدي إن شاء الله وإن شاء الله إنه فيها نتائج ممتازة جدا لعلاج مرض السكري اللي احنا بنعرفه إنه مرض السكري الصحيح إنه مرض شائع وإله مستويات ودرجات ومراحل لكن إن شاء الله اليوم وصفتنا وصفة ممتازة جدا أنا عملتها على إيدي وإن شاء الله أنها مجربة وعطيتها لمجموعة من الأشخاص واستفادوا عليها اللي بدي أأكد عليه إنه إحنا الفترة المخصصة لعلاج أي مرض بالأعشاب هي تتراوح من شهر إلى ثلاث شهور وممكن ست شهور لكن هذه الوصف إن شاء الله إذا استمرنا عليها 21 يوم روح قيس سكر وشوف إن شاء الله إنه غير تغنيك عن الكلوفاج منظم السكر اللي بدق إبر إن شاء الله إنه راح توقف دق الإبر راح ينزل عندك المرم فوائدها ممتازة جدا وعظيمة جدا إن شاء الله لكن اللي برجوه من الإخوان أثناء استخدام هذه الوصفة إنه يستمروا عليها مشكلتنا يا أخوان إنه أحيانا عدم الاستمرار أحيانا عدم الاستمرار بجربها يومين ثلاثة أربعة بزهج وبقول لك ما جابت نتيجة ما هو إحنا الآن مننا نعاود ننظم عمل البنكرياس مرة أخرى مننا نعاود ننظم أنزمات الكبد مرة أخرى مننا نعاود ننظم عمل الجهاز الداخلي في جسم الإنسان مرة أخرى وهذا بحاجة إلى وقت مع الأعشاب بحاجة إلى وقت تكليف بسيطة جدا رخيصة جدا متوفر بأيدي الجميع فياريت إنه نستخدمها ونواضب عليها آمنة جدا ما فيها أي أضرار لكن إحنا دائماً مننصح منقول المرأة الحامل والمرضع لا تستخدمها لأن الحامل أي شيء بتاكله أي شيء بتدهنه على جسمها بنتقل للجنين المرأة المرضى نفس الشيء أي شيء بتاكله أي شيء بتدهنه على جسمها بنتقل للرضيع الطفل الرضيع فإذا فقط المرأة الحامل والمرضع ممنوع تستخدم أي وصفات عشبية إلا بحذر شديد مع متابعة خبير أو الطبيب المختص غير هيك فهي آمنة للجميع ولجميع الأعمار إن شاء الله إنها آمنة وممتازة جدا 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 ما منا نطول عليكم منا نبلش بالوصفة مباشرة الوصفة يا إخوان عشان إن شاء الله نجيب ورقة وقلم زي ما تعودنا ونسجل هذه الوصفة ممكن تعملها عندك بالدار أول شي منجيب جرونفل مطحون إذا منجيب جرونفل مطحون جرونفل منجيب هيل حب الهيل برضو حب هيل مطحون اللي هو يسمى الهال حب هال مطحون أيضا منجيب فلفل أسود فلفل أسود مطحون ومنجيب الدارسين الدارسين أو ما يعرف بالقرفة القرفة أو الدارسين مطحون أيضا قرفة مطحونة أنت بتشتريها القرفة أصابع وأنت بتطحنها عندك بالدار وأيضا منجيب يانسون منجيب اليانسون مثل ما هو حب ومنطحنه منجيب هذه المكونات كاملة مع بعض منجيب هذه المكونات كاملة مع بعض منخلطها مع بعض ومنطحنها مع بعض منأخذ مقدار ملعقة من كل نوع مثل هذه ملعقة من كل نوع ومنطحنها كاملة مع بعض طحن بصير عندنا هذه الخلطة إذن منطحنها منأخذ ملعقة 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 من كل نوع ومنحطها بمرتبان مثل هذا كيف طريقة استخدامها طريقة استخدامها أول شيء لمرضى السكر تبع معي الخطوات هذه وياريت تلتزم فيها صباحا على الريق قبل لا توكل أي شيء ياريت تشرب ثلاث كاسات ماء كاسم بالحجم هذا ثلاث كاسات ماء فاتر على الريق وشربها بشكل متقطع كما وصنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاث دفعات ثلاث كاسات ماء ليش الثلاث دفعات أول شيء عشان تأخذ أكسجين وتعطي أنسولين ماشي يا إخوان عشان ننشغل مرة ثانية عمل الأنسولين وينتظم معنا يجب إذا ما لتبعت هذا الأسلوب الوصفة رح تكون عقيمة أو رح تكون بحاجة إلى وقت ثلاث كاسات ماء صباحا على الريق ثلاث كاسات ماء صباحا على الريق وبشكل متقطع أول شربة الثانية الثالث بعدين منكمل الثلاث كاسات إن شاء الله ما يقدر الثلاث كاسات على الأقل على الأقل اشرب لي مبدئيا يعني عود حالك اشرب كاسة أول يوم كاسة ثاني يوم كاسة بعدين نزيدها كاسة ونص إلى أن تصل إلى الثلاث كاسات يعني عود حالك على هذا الموضوع عود حالك على هذا الموضوع هذه أول خطوة رح نستخدمها مع مرض السكر الوصفة هذي اللي إحنا كتبنا مكوناتها جرونفول وهيل أو هال والدارسين اللي هي القرفة والفلفل الأسود واليانسون ملاعق متساوية نخلطها مع بعض منجيب علبة لبن زبادي منجيب علبة لبن زبادي العلب الصغيرة ومناخذ بعد ما نخلط هذا المخلوط كامل مناخذ مقدار ملعقة بهذا الشكل من هذا المطحون ومنخلطه مع علبة اللبن الزبادي صباحاً ومنفطر عليه أنا بفضل أنا بفضل وعشان تزبط الوصفة مئة بالمئة حط معها ثلاث فصوص ثوم حط معها ثلاث فصوص ثوم بالإضافة إلى ملعقة من هذا الخليط وكلها صباحاً اجعلها فطورك اليومي هذه الخطوة الأولى والثانية الماء زائد هذه الخلطة نعمل النقطة الثالثة نعمل دهون خارجي نعمل دهون خارجي بالحنضل أو زيت الحنضل هذا هو الحنضل اللي أنا بستخدمه بالطريقة هذي أنا الآن لأني قاعد بعمل تصفي إلى الزيت مفتوح من زي ما انتم شايفين أنا عامل له فتحة من فوق بعمل تصفي لهذا الزيت بالتغرع أو بالترشيح له طريقة خاصة زيت الحنضل زيت الحنضل هذا الزيت ان شاء الله بعد ما يجهز مندهن فيه قبل النوم قاع القدم أسفل القدم مندهن فيه القدم اليمين والقدم اليسار من زيت الحنضل طبعاً هذا زيت الحنضل بعد ما يكون جاهز نعمل من خض العلبة من رجها العلبة هاري ومناخذ منها مندهن أسفل القدم وأسفل القدم اليمين واليسار قبل النوم مندهنها مندلكها منتركها للامتصاص راح تلاحظ انه راح يصير عندك مرارة او حموضة بالفم عادي جدا هذا زيت الحنضل منستخدمه ثلاث مرات اسبوعيا فقط ثلاث مرات اسبوعيا فقط منستخدم زيت الحنضل لدهون اسفل القدم يعني منعمل برنامج سبت اثنين اربعة فقط يوم بعد يوم مندهن اسفل القدم الخلطة هذه اللي اتفقنا عليها بالاضافة لثلاث بصوص الثوم هذه يوميا هذه يوميا استخدمها هذه لمدة 21 يوم اعمل قياس للسكر عندك وشوف النتيجة الماء اتفقنا عليه يوميا بالاضافة الى زيت الحنضل بالاضافة الى زيت الحنضل راح يعطي معك نتائج ممتازة جدا اهم شي التوكل على الله الاستعانة بالله تعرف ان الشافي هو الله تعرف ان الشافي هو الله طبعا بالاضافة الى ذلك اللي هو النظام الغذائي تبعك النظام الغذائي لا يعني اني استخدم هذه الوصفة اني اتعب المعد عندي واصير اوكل حلو واوكل كربوهايدرات واكثر من الخبز بدك تعتمد نظام غذائي معين اعتمد نظام غذائي معين معروف الانظم الغذائي لمرضى السكر حاول ابتعد ابتعد قدر الامكان عن السكر ممنوع تاكل سكر طبعا هذه بس بالفترة الثلاث شهور اعطونا ثلاث شهور اعطي نفسك ثلاث شهور وبعدها ان شاء الله بترجع تدريجيا تصير توكل الحلو حبة حبة يعني شوي شوي بتصير ترجع الاكلك الطبيعي لكن اول ثلاث شهور من فترة العلاج باستخدام هذه الوصفات زيت الحنضل الماء صباحا اجعله عادة لا تقطعها بالاضافة الى هذه الخلطة مع ثلاث فصوص ثوم في اللبن الزبادي بعد الثلاث شهور ممكن ترجع لحياتك الطبيعية وتوكل اكلك الطبيعي لكن بالتدريج فاذا تعتمد نظامك الغذائي المعين اللي انت الان مستمر عليه اتوقع كل مريض سكر رأى على الطبيب شرخ له حالته اعطاه منظم السكر اللي هو الكلوفاج او انه حوله للابر اذا كانت مرحلة متقدمة واعطاه نظام غذائي كل مريض سكر عنده نظام غذائي استمر على نظامك الغذائي اللي الان انت بتتعامل فيه لحد ما الوصفة تأخذ مفعولها في الجسم وتعيد تشتغل كامل في الجسم ما في شيء بيوم وليلة ما في شيء بيومين وبثلاثة وبأربعة بدي نتيجة هذا كلام فاضي بدي شيء استمر عليه ان شاء الله فاذا بنستمر على هذه الوصفة وان شاء الله 21 يوم راح تحس فيه فرق راح تحس انه النتائج عندك افضل ما اقطع العلاج بدي استمر عليه ثلاث شهور بس انظم اموري ثلاث شهور انتهى انظم اموري ثلاث شهور وانظم جسمي برجع عمل البنكرياس الغد بترجع بتشتغل مظبوط مئة بالمئة بتنظم عندي العنسولين في الدم اهم شيء شرب الماء بنفس متقطع ثلاث انفاس مثل ما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله انه الامور كلها بترجع طبيعي مئة بالمئة اتمنى اني اكون فتك بهذا الفيديو وصف مجاني لوجه الله وارجو اي واحد يستخدم هذه الوصفة يكتب بالتعليقات يكتب بالتعليقات فائدته من هذه الوصفة لا نريد جزاء ولا شكورة اي سؤال في التعليقات فقط اي سؤال في التعليقات حتى اذا تمت الاجابة عليه يستفيد الجميع من الاجابة اللي انا راح اجاوبها فقط لا غير التعليقات هي المكان المخصص للاستفسارات يا اخوان شكر الله لي ولكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل جديد لا تنسونا بالاعجاب والدعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة